وباء كورونا حصد أرواح الملايين حول العالم وأرهاق اقتصاد الدول وعطل حركة السفر وتفادياً لتكرار ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آلية طبية جديدة لمنع انتشار الأوبئة فالمنظمة أطلقت ما وصفتها بشبكة مراقبة دولية لمسببات الأمراض للكشف السريع عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعضية الجديدة وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة كما أن هناك هدفاً آخر من هذه الخطوة وهو توفير منصة تربط دول العالم سعياً لتحسين أنظمة جمع العينات واختبارها حتى تسهم في التعرف على الأمراض المعضية وتتبعها بالإضافة إلى تقاسم المعلومات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الكوارث الصحية مثل فيروس كورونا وتستند الشبكة الجديدة في عملها إلى علم الجينوم وتشمل تسلسل جينوم الفيروسات والبكتيريا ومسببات أمراض أخرى ودراسة أدائها لتحديد مدى قدرتها على الانتقال وخطورة أي مرض وطريقة انتشاره هذه البيانات التي يتم جمعها ستسهم في تعزيز نظام مراقبة أوسع لتحديد الأمراض المعضية بهدف التدخل لمنع انتشارها وتطوير اللقاحة تأمل منظمة الصحة العالمية أن تسهم الشبكة الجديدة في الكشف عن التهديدات التي تشكلها الأمراض والاستجابة لها قبل أن تتحول إلى أوبئة وجوائح وتحسين المراقبة الروتينية للأمراض وتعتبر المنظمة الدولية أن شبكة المراقبة الجديدة يمكن أن تقوم بدور حيوي في توفير الأمن الصحي حول العالم